ترتكب داخل العائلة الواحدة نسمع ابن كتال أبو ابن كتال جد شنو القضية شوف هذا كل ما تتطور الحياة تتطور وياها الجريمة الجريمة مع وجود الإنسان ولن تنتهي أي إنسان يقول لك ستنتهي الجريمة هذا مو صحيح اليوم احنا دول مهمة عظمى تمتلك منظومة أمنية هائلة تمتلك إمكانيات رهيبة نسبة الجريمة في لندن 60% نسبة الجريمة في واشنطن عالية جدا يعني بالدقائق تسجل جرائم قتل بالتالي الجريمة تتطور بتطور الحياة اليوم احنا الفضاء المساحة الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي الها تأثير الوضع المعاشي الها تأثير المخدرات الها تأثير كل هذا الها تأثير يعني الجرائم اللي تحدثت عنها أغلبها هذه اللي تصير داخل الأسرة تحت تأثير مخدرات اليوم معركتنا مع المخدرات معركة شرسة كانت معركة شائكة يعني قبل عام 2023 الوضع وصل إلى مراحل متقدمة كانت المديرية العامة بس طيلة مجال حتى امواني جايك عليها خالها ضمن محاوري فيما يتعلق بجريمة المخدرات لكن مماري دعبر نقطة حضرتك ذكرت لندن وذكرت واشنطن يعني تريد تقول معدل الجرائم في بغداد أقل من معدل الجرائم في هذه المدن إذا قارنناها مع دول المنطقة والعواصم الموجودة داير ما دايرنا أيضا أقل أم بمستوى بمستوى حتياتي طبيعي يعني بعض الدول أفضل بالنسبة والبعض الآخر احنا أفضل منعدهم بالنسبة لكن القياس مو بهذه الطريقة نعم القياس الموضوع الأمني اليوم أنت منتكلم عن بغداد تتكلم عن يعني 12 مليون 12 مليون إنسان في العاصمة بغداد إذا تجي إلى دول مجاورة للعراق يعني كل سكانها ما يتجاوز الخمسة مليون فالقياس مو بهذه الطريقة ومن أقول يعني 60% في لندن أيضا هذا مو قياس ليش لأن لندن قد تكون أكبر واشنطن قد تكون أكبر بهذا الموضوع التقنيات أكبر نسبة السكان أكبر القياس يعتمد على النسبة السكانية والقياس يعتمد على نوعية الجرائم زين القياس ألا يعتمد أيضا على تمكنكم من كشف خيوط الجرائم الجنائية بسرعة معينة ماذا تحتاجون الآن كمعدل شوف الجريمة كل جريمة لها طبيعتها أي إنسان يقول لك هذه الجريمة هذا توقيتها مو صحيح ماكو قياس بوقت اكتشاف الجريمة أحيانا الجريمة ضد مجهول تأخذ وقت طويل أحيانا جرائم القتل تكتشف أسرع من جرائم السرقة حسب طبيعة الجريمة وواقعية وقوعها تدرس بشكل جيد لكن اليوم إحنا مثلا أغلب الجرائم اللي حثت في البرحلة السابقة أغلبها كانت سرعة في الاكتشاف وبعض الجرائم أخذت وقت ولا زالت لحد الآن نبحث ونشتغل عليها قلت لك حسب طبيعة الحادثة والجريمة